من ضمن السئلة ممكن اعرف مرتبات مدرسين رياض الاطفال في المدارس الخاصة والانترنشن على حسب المدرسة هي مدرسة كبيرة ولا صغيرة في انترنشن على الفكرة محنداء على الادواء لكن اتلاقي اغلبية مرتبات المدرسين اا يعني بتلعب في رينج تلاتة ونص اربعة بتلعب في الحدود دي في كتير جدا من المدارس الخاصة ويمكن اقل في بعض ما يمكن ممكن الفين ونص انا اسف على صدمة ولكن احنا بس بنقول الحقيقة لانه بيعتمد انك هتجيب دروس خصية او تأسيس او الحاجات دي تأسيس الاطفال يعني فبيلعبوا على الرنج ده ولكن في بعض الاماكن التانية بتبدأ من الانترنشن الممكن من خمسة خمسة ونص ستة بيلعبوا في هذه الرنجات على حسب طبعا لو كانت هي مدرسة طبعا لو هي آآ لا كبيرة بقى حاجات من الحاجات اللي هي اللي بيدفعوا المصاريب بالدولار لأ ممكن تكون عالية بس خليبالك هم بيركزوا للناس كاملين اللي تتعين بيبصوا على كالبر معين يكون بقى معاش حادات ومعاربش ايه فنضع ده في الاعتبار والارزاق على الله ونصيحة نبدأ في اي مدرسة ناخد فيها الخبرة لان الخبرة العملية مهمة جدا وبعدها نقدم على اماكن تانية وبالتوفيق بازن الله ونقطة كمان مهمة في بعض المدارس في بعض المحافظات بيكون اقل من القاهرة والجيزة فدي بس نقطة احب ادرس او ان انا اقولها لكم علشان تكون بالنسبة لكم واضحة وربنا وفاقكم